سهل خير عزيزي المشاهدين و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم احنا معاك وحشتوني من الحلقة اللي فاتت اول حاجة هتدي بيها طبعا زي ما عودناكم فقرة الاخبار وهي اللي بتبقى شاملة اهم المستجدات اللي بتبقى موجودة على الساحة وفقرتنا التانية النهاردة وهي هتبقى محور الحلقة عن اهم مبادرات الرئيس السيسي في مجال التعليم والصحة سريعا هنطلع بفقرتنا الاولى وهي فقرة الاخبار ومعانا اول خبر بيقول مصر تدين الهجوم الارهابي الخسيس على السفارة الامريكية بتونس ده كان الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية اللي بتدين في عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك الهجوم الارهابي اللي وقع بجوار السفارة الامريكية بتونس واللي اصفر عن مقتل خمسة من افراد الامن واصابة مواطن مدني ونقل البيان الخاص خالص تعازي مصر الرئيس السيسي لجمهورية تونس الشقيقة واسر الضحايا اللي توفت في الحادث وتمنياتنا طبعا ليهم بسرعة الشفاء للمصابين مؤكدة رفض مصر كافة اشكال الارهاب والعنف والتطرف تضامنا مع جمهورية تونس الشقيقة خالص تعازينا من البرنامج لأسر الضحايا والقلبنا معاهم في مصابهم اللي حصل خبر تاني موجود معنا وبيقول اكتشاف 12 حالة ايجابية بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية كانت بتستقل طريقها من أسوان للأقصر أكدت وزارة الصحة المصرية أن في 12 سائح أجنبي حاملين لفيروس كورونا كوفيد 19 وأنهما ما كانتش في الحقيقة ظهر عليهم الأعراض بس اكتشفوا الفيروس أنه كان إيجابي من خلال النسائحة تايوانية من أصل أمريكاني كانت على متن الباخرة وأثناء عودتها لبلادها تبين أن هي مصابة بفيروس كورونا وده كان سبب لنقل العدوى لكل الطاقم اللي موجود على الباخرة والطاقم العاملين على الباخرة النيلية اللي كانت موجودة من أسوان في طريقها للعودة للأقصر زي ما انتوا شايفين حضراتكم أهو الكشف على الطاقم اللي موجود وأنه تم شد الباخرة بالكامل في الكشف الصحي واكتشاف الحالات اللي موجودة كله اتكشف عليه وكله تم احتجازه على سبيل الاحتياط لحين تبين أي حالات تانية ممكن ما تكونش ظهرة خصوصا يا جماعة من المرض ده إحنا عارفين فترة الحضانة بتاعته أو فترة ظهور الأعراض بتبقى بعد 14 يوم حد أدنى و28 يوم حد أقصى اختلفوا الدكاترة في الموضوع ده معنا خبر كمان بفوز الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتحاد الكورة والكاف بيهدنئان المتأهلين من الأربعة وصار في مكافآت مادية لللعبين الفرس الأبيض طبعا نجح أنه هو يقتنس الفوز من الترجي التونسي حامل اللقب والتأهل لدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد المطحنة اللي جمعتهم مع بعض في استاد رادس في إياب دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية فبالرغم أن الفرس الأبيض اتهزم بهدف بدون رد إلا أنه استطاع اقتناص الفوز وحمل بطاقة التأهل من تونس بعد ما حقق الفوز على الترجي في القاهرة بتلات أهداف مقابل هدف ألف مبروك للفرس الأبيض وألف مبروك لمصر كلها الزمالك فرح مصر كلها أنه هو قدر يتغلب على الترجي وعقبال المارد الأحمر النهاردة في ماتشو على ساندونز زي ما احنا شايفين فرحة غامرة مكتاحة اللاعبين في الماتش ثلاث أهداف مش قليلة برضو برافو يا زمالك برافو أنه هم عرفوا يحققوا مصر كبير زي كده وبرافو أنه هم عرفوا يفرحوا خلاص مصر كلها بتفرح بقى مش هنقول أهلي والزمالك إحنا هنقول أن الزمالك دلوقتي بيلعب بيمس المصر فألف مبروك للزمالك والنهاردة قلبنا معاك أهلي علشان خاطر تشرفنا وتسحق ساندون معنا خبر كمان من الكويت الكويت تعلن إيقاف جميع الرحلات الجوية مع مصر وأن في ستة دلوقتي وافدين من الكويت أن الإدارة المصرية للطيران قررت وقف رحلات الجوية جاية من الكويت من سبع دول وهم مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنجلاديش والهند الكويت قررت توقف الرحلات من السبع بلاد دول لحين استمرار أجهزة الفحص والتحقيق والكشف عن الوفدين القادمين للبلاد ووضعهم تحت الحجر والكشف الصحي لحين التحقق من أعراض المرض الكويت خايفة على نفسها فمنعت التعاملات الجوية وقفت خط الملاحة الجوية قصاد سبع دول من ضمنهم مصر علشان خاطر تمنع أي تفشي أو أي دخول عناصر حاملة للفيروس وزي ما احنا شايفين المنشور اللي صادر من إدارة الطيران المدني بالكويت الخطوط الجوية الكويتية ظهر عندنا على الشاشة أن هي بتحذر التعامل ووفود الرحلات الجوية من السبع دول المذكورة في الإعلام خبر معنا كمان من إدارة الغرف السياحية بتقول أنه لا حظر لسفر الأجانب لمصر مصر مش حظر أي دولة تيجي وأن فيه نسب الغائر حالات موجودة آه بس دائلة جدا وأكد الوسيط رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم موضوع الباخيرة ده ما أثرش على حاجة وأن ما فيش قيود أو حظر على صفر السائحين ووفودهم لمصر والزيارات والأماكن السياحية السياحة الداخلية شغالة زي الفل لقصر وأسوان والبحر الأحمر الدنيا كلها ماشية بانتظام يعني السياحة الداخلية زي لقصر وأسوان والقاهرة وزيارة المعالم والأسار أو سواء سياحة على المستوى البحري سواء في الغردقة شرم الشيخ البحر الأحمر تمّن كله شغال بكامل قوته ونفس التعامل موجود على البلاد والمناطق السياحية دي وأن نسبة الإلغاءات في الفنادق والمنشآت السياحية الناس اللي كانسلت رحلاتها أو تكانسل لها رحلات بحكم بلادها ده نسب ضئيلة جدا إحنا بنتمن كل المشاهدين وبنتمن السادة ضيوف الزوار من جميع أنحاء العالم إن مصر بخير وما فيش أي حاجة هتأثر عليها من حيث الجانب السياحي خلصت أخبارنا بس لسه ما خلصتش حلقتنا هنطلع فاصل صغير وهنرجع نتكلم عن أهم مبادرات الرئيس السيسي في مجال الصحة والتعليم انتظرونا أهلا وسهلا بيكو في الفقرة التانية من برنامجكم إحنا معاك موضوع الحلقة النهاردة عن مبادرات الرئيس السيسي في مجال التعليم والصحة وأول مبادرة كان الرئيس السيسي أطلقها هي مبادرة إدرس في بلدنا إدرس في مصر ده كان من منطلق إن الرئيس السيسي عاوز الريادة المصرية في المجال التعليمي ترجع زي الأول زي ما احنا كنا رواد أو إحنا لنا الفضل الأول في نشر التعليم وإن احنا أول بلد صدرت التعليم التعليم بشتى مجالاته والتعليم بشتى مرحله إن احنا كنا بنصدر ومازلنا بس هو عاوز يرجع إن احنا نرجع لبكانتنا الأولى في التعليم لإن احنا بلد العلم الأول وإحنا المعلمين الأوائل اللي علموا الشرق الأوسط وصدرنا للبلاد الأوروبية معلمين وأسادزة وفي كل المجالات كانت مصر الرئيس السيسي وجه توجهات صريحة ووضحة لوزارة التعليم العالي من أجل استعادة رياد التعليم في مصر من خلال الحملة دي الحملة دي هتبين إن هو بينشد المواطنين بدعم الحملة دي إزاي؟ أول حاجة نعرف هدف المبادرة المبادرة دي كانت بتروج للجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الدولية لجذب الطلاب الأجانب الوافدين للتعليم والدراسة في مصر زي ما احنا شايفين الصور على الشاشة إن الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة على أعلى مستوى من الكفاءة سواء الكفاءة العلمية أو الكفاءة الأكاديمية الرئيس السيسي تواصل مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة مستمرة المبادرة على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا عن طريق تنويه للوزارة إن غرض النشر على نطاق واسع داخل مصر وبرى مصر وتم إنتاج أغنية تستهدف التسويق لإمكانيات مصر في مجال التعليم العالي في داخلها وخارجها معنا فيديو برضو عرضته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبينة إن الدولة المصرية صدرت العلم كله للعالم على مر التاريخ وعلمت العالم كله يعني إيه حضارة ويعني إيه علم إحنا لو رجعنا بالتاريخ الورا هنشوف إن مصر هي اللي كانت بتصدر البعثات لأوروبا وبعثات التنوير للشرق الأوسط والبلاد العربية اللي ما كانتش لسه على قدر كبير من الحداسة وعلى رغم كبير من التطور العلمي والفكري في كل حطة مصر كانت بتصدر العلم والعلماء فدي بصراحة محتوى أو المضمون بتاع المبادرة اللي أطلقها الرئيس السيسي هنطلع مع بعض نشوف الفيديو اللي منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هنطلع نشوف الفيديو مع بعض وهنرجع مع بعض تاني ادرس في بلدنا بلدنا بتصنع حلم قديد بالعلم بنبني لابنك وابني ويد في القيه هنا بيك انقوى اكيد خليك لتمشي بعيد ادرس في بلدنا كل أولدنا في أي مكان من أي بلد في الدنيا تقضى المصر آمان هتكوننا بالنقال ولا يوم ما تبقى غالي في بلدنا حق علينا شايركم جوا علينا فكين العلم ديبان قادرين ولسه كمان هنا مصر لدت علم الدنيا لكل الناس هنا كل العالم كان بيجيلنا دي مصر أسار كريخ هنا كتبنا البلاد صنعنا حياة جي الأمر وقرر مصر هترجع بلد العلم واتبنى كم جامعة جديدة تحقق قط براحل ماشيين طريق ويية في تاريخ تاني بدأنا في بلدنا حق علينا شايركم جوا علينا فكين العلم ديبان قادرين ولسه كمان مصر بلد العلم دي كانت ملخص أو المحتوى بتاع الحملة أو المبادرة اللي أطلقها الرئيس السيسي زي ما احنا شايفين في الفيديو يعني جامعات المصرية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية والإلكترونية اللي موجودة حاليا في مصر مش أقل من نهية نافس الجامعات الأوروبية والجامعات الدولية إن مصر هي الأساس العلماء طلعوا من مصر ولو جينا بصينا كده في الفترة اللي فاتت على مدار مش هقول للعشرين سنة لا على مدار الخمسين سنة اللي فاتوا دول اطلع أي جامعة برا أو اطلع أي مؤسسة تربوية برا هتلاقي منش أقل من تلاتين لخمسين في المية عمالة مصرية من مدرسين وأسات زي جامعة وأخصائيين تكنولوجيين في كل المجالات مصر مليانة مليانة علماء ومليانة معلمين قادرين إن هما يرجعوا مجد مصر الأول في التعليم التعليم اللي هو أصل بناء الإنسان أول حاجة بيتعلمها الإنسان منذ نقومة أظافره هو التعليم بيدخل المؤسسة التعليمية وبيتعلم فيها كل المجالات اللي بتأهله إنه هو يبقى مواطن مسؤول مواطن يعرف إزاي يبقى فرض في الدولة إنه يخدمها كما ينبغي كمان وزيرة التربية سوري وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت طبيق على الجوجل بلاي والأب ستور على الموبايلات طبيق بيحمل اسم الحملة إدرس في بلدنا إدرس في مصر علشان خاطر يبقى مستوى العالم التطبيق موجود قدامنا دلوقتي على الشاشة موجود على جوجل بلاي وأب ستور إن التطبيق دوت هو اللي بيساعد أي طالب علم سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو العالم بكله إنه هو يدخل يتصفح دليل الجامعات المصرية والخاصة والإلكترونية والتكنولوجية اللي موجودة في مصر ويختار التخصص اللي يرغب الالتحاق به التطبيق بيبقى موجود على الجوجل بلاي أو أب ستور على حسب نوع الموبايل لأنه بيبقى فيه أندرويد وفيه الجوجل بلاي أندرويد بينزل من جوجل بلاي والآيفون بينزل من أب ستور ده بيبقى شامل زي ما قلت لحضراتكم جميع الجامعات المصرية والأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد الخاصة زي ما احنا شايفين الأبليكيشن نازل على الجوجل بحيث أن أي حد يتيصر لي يكتب كده في السيرش study in Egypt بالإنجليش هينزل على طول الأبليكيشن عنده وهيحمله على طول على الفون بتاعه سواء أيا كان الإصدار بتاعه برضو من أهم المبادرات اللي أطلقها الرئيس السيسي انطلاق فعليات مبادرة الرئيس لفحص طلاب وتلاميذ المرحلة الابتدائية ودي حاجة شهادتها من أول مارس أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة لفحص الطلبة في المرحلة الابتدائية ودي أهم وأخطر مرحلة تعليمية موجودة لأن بيبقى فيها انتشار لأمراض صعب أنك تتوصل لها أو لو وصلت المرحلة متقدمة في الإعداد أو السنوي هيبقى صعب علاجها زي السمنة المفرطة أو النحافة المفرطة برضو أو قصر القامة زي ما احنا شايفين برضو على الشاشة أن الحملة دي انطلقت من محافظة الدقاهلية محافظة الدقاهلية أعلنت مدرية شؤون الصحة بالدقاهلية بدء فعاليات مبادرة الرئيس السيسي لفحص علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلبة المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية اعتبارا من أول مارس الجاري ده كمان جاء على غرار تأكيد الدكتور سعد ميكي وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية إن المدرية وضعت خطة لتنفيذ المبادرة دي على أعلى مستوى من الدقة والمهنية كانت تارجد بتاعها استهداف 650 ألف تلميذ وتلميذة رقم مش قليل وفي نفس الوقت المبادرة دي احنا محتاجينها لأن في قرى ومدن سواء في وجه بحري أو في وجه قبلي بيبقى فيها الأمراض دي منتشرة كتير السمنة القصر القامة اللي هو غير المألوف الأنيميا الأنيميا دي حاجة قتلة يا جبعة الطالب أو الولد أو البنت في السن ده لو ما اكتشفتش فيه الأنيميا مش هتعرف تعالجها لأن الأنيميا في الوقت ده بتقدر تعالجها بشكل سريع وبشكل صحيح لكن لو السن زاد وصل للمرحلة الاعدادية أو المرحلة السنوية بيبقى صعب العلاج من الأمراض اللي احنا شايفينها على الشاشة دي الكروت البطاقات اللي هي أصدرتها المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بلاد كتير في الصعيد وفي وجه بحري فقيرة وضحت خط الفقر فالأمراض دي فرصة أن الناس هتتعالج منها وبالمجان زي المبادرة اللي أطلقها قبل كده الرئيس السيسي اللي هي 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي زي ما احنا شايفين مصر والله الحمد لو دخلنا كده كنا على مشارف 2020 احنا طوعين بنسبة كبيرة من الإحصائيات اللي أعلنتها وزارة الصحة أن مصر تعافت أو تم استشفائها بدرجة كبيرة من فيروس سي وده بفضل الله وبفضل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي السن ده زي ما احنا شايفين بيبقى محتاج رعاية رعاية منحس ايه؟ رعاية منحس كل حاجة احنا بنرعيهم صحيا وبنرعيهم تعليميا بس لازم يبقى فيه برضو توعية ولازم يبقى البيت نفسه عارف أنه لازم يودي ابنه أو بنته يكشف عليه ما يلاقيش أن الحملة أو المبادرة بتلف بتلف مصر كلها بتلف القطر المصر كله من اسكندرية لأسوان والناس ما تتكسلش أو تتقاعص احنا مستنين ايه؟ الحملة وصلت لحد المدارس الحملة وصلت لحد المدارس ووصلت لحد البيوت فلازم الناس تاخد بالها أكتر من كده وتتعاون مع المبادرة دي لأن دي حاجة معمولة لنا احنا معمولة لولادنا معمولة لبناتنا فولادنا وبناتنا دول أغلى حاجة عندنا هم البنية الأساسية والعمود اللي هتستقيم عليه عماد الدولة في المستقبل هم دول اللي هيبقوا شباب البلد وهما دول هيبقوا رجالة البلد وهما دول هيبقوا كوادر اللي البلد هتتسند عليهم في ظل الحرب المعلوماتية والحرب السريعة اللي احنا بـ مش هنقول بنتعرض لها احنا عايشين فيها احنا عايشين في الليفل دوت من السرعة والتكنولوجيا فلازم اللي يواجه ده يكون خالي من الأمراض الكوادر دي لازم تبقى خالية من الأمراض اللي بتبقى ملاحقاهم في الفترة دي من العمر مرحلة الابتدائية او مرحلة اعداد الطالب للمستوى او المرحلة التعليمية اللي هو بيكون معد لها زي ما احنا شايفين برضو بيتم الفحص بشكل معقم وبيبقى كل الادوات اللي بتبقى موجودة اثناء مرور الحملة بيتم الفحص بشكل دوري وبشكل معقل مبادرة تانية برضو من مبادرات الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة المصرية مدير مدرية تعليم القاهرة بيقول ان توفير جميع الادوات الطبية المساعدة في حملة دعم صحة المرأة استقبل محمد عطية مدير عام مدرية التربية والتعليم يوم الخميس اللي فات الفريق الطبي من وزارة الصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة واكد مدير المدرية ان الموضوع ده متصل بجهاز الحاسب وشبكة الانترنت السريعة على تقديم سبل التعاون والراحة لأعضاء الفريق الطبي تمام الصحة مش بس مقتصرة على الطلبة الصحة كمان مقتصرة على دور المرأة لازم يكون فيه توعية أكتر من كده دور المرأة سواء في المؤسسات التعليمية أو في المقطعات العامة من المصالح الحكومية لأن المرأة تبقى أكثر عرضة للأمراض في المرحلة دي سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الشباب أو مرحلة المراقب فالمبادرة دي شبلة كل حاجة لدعم صحة المرأة من سواء أمراض الأنميا أو أمراض صرفان السادي أو أمراض الدم والجهاز الهضمي زي ما احنا شايفين برضو أن مدير مدرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تفقد أكتر من منشأة لدعم مبادرة الرئيس السيسي لتقويم وصحة المرأة زي ما احنا شايفين برضو أن في تعاون من قبل المواطنين على المبادرة دي في تعاون وده لازم يكون موجود في كل القطاعات أن احنا بيبقى موجود معنا مبادرة فلازم احنا نتعاون معاها بشكل مكسف لأن المستشفيات دلوقتي بقت مليانة مليانة بإيه؟ مليانة بالأنيميا مليانة بأمراض الدم مليانة بأمراض السمنة مليانة بأمراض التشوه القوامي دلوقتي الطالب أو الولد أو البنت في مرحلة لسه مبتدأ من العمر وبيبقى عنده تشوه انحراف القوامي عنده كتف أعلى من كتف دي كارثة عنده مشكلة في تقوص عنده مشكلة في تحدد عنده مشكلة في أي حاجة بتخص سلامة الهيكل الجسماني بتاعه فلازم احنا برضو ناخد بالنا أن طفلك بنتك أو ابنك بيعاني من أي حاجة أو ظهر عليه بوادر أو أعراض أي مشكلة لازم أتوجه فورا لأقرب مستشفى أو لأقرب وحدة صحية أنا تابع ليها علشان يتم فحصه ما تكسلش وما تقعصش دلوقتي فيه مستشفيات كتير للأورام وعلاج السرطان كمان فيه مستشفيات متخصصة وبتدعم بالمجان لأمراض المرأة زي الأمراض الحساسة زي سرطان السادي الأمراض دي كلها لو ما خدناش بالنا منها هتتفشى وهتبقى بشكل كبير في مجتمعنا المصري ما ينفعش إن إحنا يبقى فيه عندنا حد بيهتم الرئيس السيسي مشكورا بيعمل في جميع المجالات تركيزه الكلي والجزئي على صحة المواطن سواء الفأة العمرية بتاعته متقدمة أو متأخرة فما ينفعش إن إحنا نكون فيه مبادرة زي كده وإحنا ما نروحش أو إحنا ما نكشفش على نفسنا لأ الوقاية خير من العلاج الجملة دي أنا بسمعها كتير ومعرفتش معناها غير لما شفت بعيني الناس في المستشفيات والناس بتعاني من الأمراض اللي بتيجي في سن مبكر لأطفالها بصوا دلوقتي على المستشفيات لا فيه نسب شفاء ولله الحمد بنسب كبيرة في الأمراض اللي هي بتلاحق الأطفال أطفالنا هم سرطنا هم عماد الدولة لازم نخلي بالنا منهم ما ينفعش أهمل في صحة طفلي ما ينفعش أهمل في صحة ابني أو بنتي ما ينفعش أقول لا ده هو لما يكبر هيبقى كويس لا الأمراض دي لو جات له هو صغير هو مش هيكبر ومش هيبقى كويس فلازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا إن إحنا ما ينفعش يبقى المستوى اللي إحنا فيه دوت إحنا بالمفروض إن إحنا بنواكب أوروبا وبنواكب الدول المتقدمة فدي البداية دي البداية إن هما يبقوا بصحة جيدة وإن هما يبقى في إيدينا إن إحنا العلاج يبقى متوفر العلاج متوفر العلاج متوفر وبالمجان في كل المستشفيات الحكومية والعلاج الاقتصادي دلوقتي ما خلاش حاجة فالناس ما تقولش لأ ده أصل المستشفيات ما بتقدمش خدمات المستشفيات ما بتقدمش مش عارف إيه لا كل الخدمات دلوقتي موجودة في المستشفيات الكشف المبكر عن أمراض الأنامية وفقر الدم الكشف المبكر عن سرطان السادي الكشف المبكر عن الأورام الحميدة أو الخبيثة كشف كل قطاع في كل مستشفى في كل شبر على الأرض مصر الصعيد كل مليان دلوقتي مستشفيات فدي حاجة تحتسب طبعا للرئيس السيسي مجهود حميد ومجهود مشكور وشابه بصراحة على الاهتمام الجم والاهتمام الرجل ده يا جماعة مش بيهتم بالمستوى الخارجي بس مش بيهتم بتأمين الحدود ومش بيهتم بتسليح الجيش لا ده بيهتم بالفرض بيهتم بالمواطن بيهتم بالبناية النواة الأولى المكونة للمجتمع المصري فإحنا ما ينفعش نغفل دور الكبير اللي بتقوم بيه الدولة واللي بيحمله على عاطقه الرئيس السيسي في مكافحة الأمراض والأوبئة إحنا المفروض بنتقدم فالتقدم ده مش هيجي إلا لما يكون الأداة بتاعتي العنصر البشري بتاعي خالي من الأمراض وخالي من أي وباء ممكن يأثر أو يعوق تقدمه التعليمي أو تقدمه البشري معنا كمان معنا كمان الموضوع بتاعها اللسه مكملين في المبادرة بتاعة صحة المرأة إن هدف المبادرة دي زي ما قلت الكشف المبكر والتوعية اللي موجودة بتبقى بالمجان كشف المبكر لـ 28 مليون امرأة على مستوى محافظات الجمهورية كلها الكشف ده شامل التوعية بالصحة على الأمراض الغير سارية زي الضغط والسكر والإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وما تسببه من أمراض تانية احنا قلنا إن السمنة دي أنا عاوز أتكلم بس أستوقف في نقطة السمنة السمنة المفرطة سواء للراجل أو للست هي مش هتأثر على الوزن بس الأوفرلود ده حضرتك بيأثر على المفاصل بيأثر على سلامة العظام بيأثر على ضغط الدم بيأثر على حركة تنظيم ضربات القلب فهي منظومة منظومة كلها مربوطة في بعضها بحيث إن التوعية من الأمراض ديت إن إحنا بنجهز لأي حاجة ممكن تقابلنا إحنا جاهزين لإكتشاف أي أمراض مبكرة وبيتم التعامل معها والقضاء عليها في أقرب وقت لو إحنا اكتشفنا المرض في بدايته زي ما أنا قلت سرطان السادي وأمراض الأنيميا وأمراض وظيف الدم اللي هي بتلاحق المرأة أو بتلاحق الأطفال في سن مبكر مش كده وبس ده أنا كمان بتشك على الصحة الإنجابية الصحة الإنجابية جانب مهم جدا إحنا مش عايزين نغفله أو إحنا مش عايزين نتكلم فيه في أوروبا برا الناس وفي الصين وفي الدول اللي هي تعدادها أكبر مننا أضعاف أضعاف ما عندهمش مشكلة لإنهم محددين النسل تحديد النسل مش غلط بس اللي إحنا بنعمله دلوقتي هو اللي غلط إن إحنا مش بنهتم بصحتنا الإنجابية ومش بنهتم بالمرأة من النقطة دي إحنا دلوقتي بنعدينا كفرنا حاجز المئة مليون وما فيش أي مشكلة في بلد زي الصين مثلا تعدادها فوق المليار طيب الصين دلوقتي تعدادها أكتر من مئة مليار أو آسف أكتر من مليار إحنا أمية مليون هما أكتر من مليار طيب الناس دي حطة إجراءات وحطة قوانين وبتقول الطفل الأول ولو زاد عن الطفل التاني بيبقى فيه إجراءات تشددية وبيبقى فيه غرامات وبيبقى فيه عقوبات إحنا الكلام ده مش موجود عندنا بس ننظم نفسنا عشان خاطر سلامة ولادنا بالذات في موضوع الصحة الإنجابية ده فيه كلام كتير المفروض يتقال ده حلقة الوحدة الصحة الإنجابية اللي إحنا وصلنا لها إحنا المجتمع بتاعنا دلوقتي أكتر من 65% من تعداد مصر شباب فلازم يكون الشباب ده عنده أكتر توعية الشباب ده متعلم الشباب ده مصقف الشباب ده ما يسبش نفسه من غير تنظيم من غير آلية دلوقتي بتجيب ولد اتنين لا استطب الموضوع لو زاد وكتر إحنا مش هنوصل عند مئة مليون وبس احنا وصلنا عند مئة مليون إحنا لو ما اهتمناش بنفسنا لأ هنعدي المئتين مليون في أقل من عشر سنين والكلام ده أنا مش مش بقوله مجازا ولا مبلغة ولا بجيب أرقام جزافية الناس ترجع لإحصائيات الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء وتشوف احنا من 2000 ل2010 بينا كام ومن 2010 ل2020 بينا كام ونشوف التطور هو مش تطور هو زيادة مفجعة زيادة مفجعة في الزيادة السكانية ده ناتج عن أن ما فيش تنظيم للصحة الإنجابية فلازم الناس تصحى شوية والناس تاخد بالها من موضوع الإنجاب دوت لأنه هو مش هيخلف ورا مشكلة لا ده هيقوم عليه اقتصاد بلد اقتصاد بلد معلق في مدى كسافة سكانها فالحملة دي برضو كانت بتستهدف من ضمن الأمراض أو من ضمن التوصيات والتوعيات اللي هي كانت بتناشد بيها المواطنين إن هي تستقطب الصحة الإنجابية للمرأة بالأخص لأن هي عليها العنصر الأكبر من حيث التوعية ومن حيث أمراض الإنجاب كمان إن الكشف بيتم من سن 18 سنة والشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو توفر بطاقة الرقم القومي تمام يعني أنت مش محتاج غير أنك أنت يبقى معاك بطاقة الرقم القومي بس والحملة هتقدم لك كل الخدمات بالمجان عايزين ايه تاني أنا شايف إن الحملة مش مخلية حاجة إلا وشمالتها يعني كشف تحليل عينات أشعة كل حاجة موعيد الحملة في الأسبوع بتبقى زي موقيت العمل الرسمية بالظبط الحملة دي مستمرة لمدة شهرين لمدة شهرين شهرين نلحق نفسنا ونلحق نشوف إحنا فينا إيه أنا بناشد جميع المحافظات يا حضرة المواطن يا حضرة الأب يا حضرة الأم يا حضرة كل من هو بيشوفني دلوقتي في أي محافظة في وجه إبلي في وجه بحري في الصعيد في سينا في السلوم في كل حتة اسعى لصحة ابنك أو بنتك لازم تخاف عليهم ولازم يكون الموضوع ده نابع منك أنت الكشف والوقاية وأنك أنت تتشك بشكل دوري على صحتهم دي حاجة مهمة جدا جدا لازم كلنا نقف ونبقى مع بعض إيد واحدة جنب المبادرة دي لأن هو ده الحل إن إحنا نعالج نفسنا بنفسنا ما نستناش لما المرض ييجي ونقول راح أكشف لا إنك تكتشف أو إنك انت تبص أنا عندي ايه من قبل ما يجيلي ده ده حاجة مهمة لازم الكشف الدوري لازم إن أنا أكون على دراية كاملة من إن المرض مش هيظهرلي في يوم وليلة أنا مش هيجيلي أنيميا في يوم وليلة ومش هيجيلي قلب في يوم وليلة ومش هيجيلي سكر في يوم وليلة يعني بره أنا بشوف حاجات مزهلة فيه كشف دوري كل ست شهور وفيه ناس بيبقى عندها زي ما بيقولوا الوسواس القهري بيكشفوا بيعملوا تشيك اوب كامل كل تلت شهور وبيدفعوا مفيش تأمين صحي برا مفيش دعم مفيش مبادرات مجانية زي اللي بتحصل دي بيروح المختبر المعمل بيروح مركز الأشعة بيروح أي مستشفى بيدفع بيعمل تشيك اوب كامل من دم لوظيف كبد جهاز هضمي مخ قلب أعصاب كل حاجة أنا سليم ما فيهاش حاجة بس برضو لازم اتطمن على نفسي لان زي ما قلت القلب مش هيجيلك من يوم وليلة والسكر مش هيجيلك من يوم وليلة والأناميا مش هتيجي من يوم وليلة لازم يبقى فيه حذر ولازم يبقى فيه تعامل احنا دلوقتي ربنا يحرصنا ويعفو عنا انتشار فيروس كورونا احنا الحمد لله الموضوع مش متفشي بس لازم ناخد حذرنا برضو هي بتبدأ منك انت بتبدأ منك انت وقايتك لنفسك سلامتك الشخصية نضافتك الشخصية واحنا داخلين على الصيف لازم الوقاية تيجي منك انت ماينفعش خالص تبقى متغافل او متقاعس او تقول لا احنا ما عندناش حاج ماشي احنا ما عندناش حاج انا مش بقول ان احنا زي الصين ومش بقول ان احنا زي البلاد اللي هي 13 فيها فيروس كورونا بس لازم انت او انت في اي مكان تخلي بالك من نفسك ما تلمسش اسطح ملوسة ولو لمست اسطح ملوسة تخسل ايدك لان هو بالتلامس الفيروس او اي مايكروب بيجي لك بيبقى بالتلامس لو فيه تلامس يبقى على اقل او في اضيق الحدود ولو مسكت اي حاجة احنا دلوقتي بنمسك اي حاجة في كل حتة باب المترو بنمسك الباص بنمسك المكتب بنمسك فلوس بنمسك 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 لا بعد ما تمسك اي حاجة قبل ما تحط ايدك ايدك تلمس اي حاجة فيك او تلمس اكل لازم يكون فيه غسيل بمادة مطهرة لا فيه ناس بتخسل بالكحول انا سمعت الموضوع ده شفت في احدى المستشفيات في المانيا بتخسل دلوقتي كل حاجة منزلة منتجات الكحول علشان خاطر تقتل لو فيه فيروس او فيه بوادر ظهور فيروس في اي حاجة موجودة من اللي بيتم مسكها او تلمسها او احتكاكها بالناس في في اليوم على مضار اليوم بتاعهم كمان حاجة تانية وسبق وتكلمت فيها الاكل الاكل مضافة الاكل اللي احنا بنكله سواء بيتجاب من برق او سواء تكوي او سواء اي حاجة لازم يكون الموضوع فيه نظافة والموضوع يكون فيه اهتمام والموضوع يكون فيه حذر انا ماينفعش اكل اي حاجة وماينفعش ايدي وانا شغال اصل في زحمة الشغل انا باكل اي حاجة لا الدقيقة اللي انت هتخسل فيها ايدك وتاكل مش هيحصل فيها اي عطلة ليك او هيحصل فيه اي حاجة ليومك دي حاجة هتحميك انت دي حاجة هتساعدك انت انك انت مايجي لكش مرض انا شايف ناس في الشارع لابسة اه جوانتيات وكمامات وما فيش اي حاجة عادي ناس مصريين وفي ناس اجانب حاليا في مصر بيتجولوا في القاهرة والجيزة لابسين كمامات عادي انا ما بخافش بس انا بحمي نفسي هما ما عندهمش حاجة واحنا ما عندناش حاجة بس برضو لازم يبقى فيه حذر هما بيتعاملوا من منطلق التوعية وماشيين بمنطلق انه هما خايفين على نفسهم من اي حاجة هرجع وكرر تاني المبادرات اللي انا اتكلمتي فيها او اللي الرئيس السيسي طرحها بنوعي بيها لازم الناس تاخد بالها ولازم الناس تتعاون بشكل اه بشكل اوسع من كده وبشكل اكتر من كده انا زي ما قلت الحملة شغالة لمدة شهرين ستين يوم ستين يوم ستين يوم دول انت عندك شهرين كاملين تقدر في اي رسمية اه كمان فيه ان هو بتتشك او بتكتشف امراض هي منتشرة وفي نفس الوقت سهل ان انت تعرف اعراضها زي امراض ضغط الدم والسكر في ناس كتير ما بتبقاش عارفة ان هي عندها ضغط في ناس كتير ما بتبقاش عارفة ان هي عندها ضغط وتكتشف بعدين ان هي عندها ضغط وفي ناس كتير ما بيبقاش عندها سكر فبتبقاش عارفة ان هي عندها سكر بس بتكتشف بعدين ان هي بتكتشف بعد مرحلة متقدمة بتكتشف بعد ما بيكون السكر ده عندها المدة شهر او شهرين وفيه ناس بتبقى عندها هتقول لي ما بيظهرش اعراضه هقولك بيظهر اعراضه وهو بيتغفل عن اعراضه ازاي الضغط كلنا عارفين اعراض الضغط المرتفع واراض الضغط المنخفض فتلاقي واحد مثلا ضغطه مرتفع يقولك انا مصدع ودماغي مش عارف مالها لا 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 انا هاخد حبيت صداع وهبقى كويس هبقى زي الفن لا يا فندم انت عندك ضغط انت عندك ضغط وانت مبحتش كشفت واحد تاني يقولك لا اصلا انا عندي زغلالة وريقي ناشف اصلا انا مكلتش حاجة من الصبح لا يا فندم انت عندك سكر انت عندك سكر فما ينفعش ان احنا نخفل وما ينفعش ان احنا نتقاعص يا جماعة المبادرات دي منكم وليكم المبادرة دي قائمة من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اللي هو في الاول وفي الاخر مواطن في الاول وفي الاخر هو مواطن مواطن مننا خايف علينا وخايف على ولادنا وخايف على بناتنا وخايف على الصمرة اللي هتكبر بعد كده وهتبقى هي الشجرة اللي مسنود عليها الدولة كلها فانا بقى ناشط كل المواطنين وبناشط كل الناس اللي قاعدة دلوقتي بتشوفني وبتسمعني ارجوكم الناس تخلي بالها من نفسها وتخلي بالها من ولادها وتبادر وتتعاون مع المبادرة تحية خاصة تحية خاصة ودي يعني اقل 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 من المفروض الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لرئيس الجمهورية رئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده الرائع في تنمية الوطن تنمية الوطن بكرر الكلمة تنمية الوطن الراجل ده شابوب جد على اللي هو بيعمله مع الناس وشابوب جد على اللي هو بيعمله في الصحة الصحة والتعليم اللي هم كفتين الميزان اللي احنا هنقوم عليهم وعماد الدولة دي هي اللي هتعلى بي انا ما عنديش حاجة اقولها اكتر من كده الموضوع بقى معكم انتو الكورة بقت في ملعبكم انتو انتم اللي هتساعدوا نفسكم بنفسكم وبجد اتمنى ان الناس كلها تشارك في الحملة دي للاسف وقت حلقفنا خلص بس الكلام لسه مخلصش ومن هنا لحد الحلقة الجاية هتوحشوني وفي نهاية الحلقة ارقى التمنيات والتحيات ليكم استنونا في حلقة جاية وموضوع جديد وفكرة جديدة في برنامجكم احنا معاك ومعاك ليست的话 مخبرق Estado Speat لقد احناك در enida جديد شكرا 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 سمقین شكرا 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 اشتركوا في القناة